طب نروح للفقرة الخمسة لأن المخلص تم ما بتأنسه عمليتي المحبة أولا أنه أباد الموت من داخلنا وجددنا ثانية وثانية أنه إذا هو غي الظاهر ولا منظور فقد أعلن نفسه وعرف ذاته بأعماله في الجسد أنه كلمة الآب ومدبر وملك الكون خلينا نوضح وإزاي وضح القديسة الثانسيس وأكد على أن السبب الأساسي لعملية التجسد وهو سببها الأول هي المحبة طبعا عمل كله الإله من البداية للنهاية هو محبة هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد وأساسا بنقول في الوداس خلقتني إنسانا كمحب البشر ونقول له من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كوانت الإنسان فالله خلقنا بمحبته ويرعانا بمحبته وبيخلصنا بمحبته فهنا القديس أساناسيس يسركز على حاجة قال في التأنس في التجسد ربنا بان حاجتين في عمليات المحبة أولا إنه أباد الموت مننا وجدادنا شال الفساد ثانيا إنه هو عرفنا بذاته عايزة أشرح الدول إحنا لما آدم أخطأ وإحنا كنا فيه ساعة ما أخطأ طالتنا خطيته وموته وفساده بقى كلنا مولودين مائتين وخطأ وفاسدين هو لم يعني لم يتركنا هكذا أشفق علينا هو فيه هكاة الحياة يقدر يحل مشكلة الموت اللي فينا إنه هو يسكب حياته فينا عشان كده أباد الموت من داخلنا بأنه هو وحدنا به بالمعمودية والإفخارستي صر التناوي عشان كده يقول المسيح من يأكلني يحيا به من يأكل جسد يشرب دائما له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير يعني وسيلة إنسكاب الحياة فينا أن نتحد بالمسيح أولا في المعمودية ودائما في الإفخارستي طيب في المعمودية بيحصل إيه قال إن إحنا مدفونين معه في المعمودية طيب المسيح لما ندفن مين غلب؟ المسيح ولا الموت؟ مسيح طيب لما نجي نندفن معاه لازم نقوم هنقوم معاه عشان كده بنقوم مرة تاني في المعمودية بقيامة بحياة جديدة اللي هي الخليقة الجديدة في المسيح يسوع الموت اللي فينا بيندفن في المعمودية عشان كده قال أباد الموت من داخلنا وجددنا ثانية طريقة التجديد هي الخليقة الجديدة في المعمودية ليه المعمودية لأن الخليقة الأولى كانت بالماء والروح في سفر التكوين روحها الله يرفع على وجه المياه الخليقة التانية بالماء تبقى بالماء والروح في المعمودية الخليقة القديمة كان كل البشر كل الخليقة الجديدة أما الذين قبلوه مش بالعافية اللي عايز يجي هياخد تجديد طبيعته المصنع بيطلع الانتاج بتاعه بالملايين وبيتوزع على الدنيا كلها اللي عايز العلاج هو اللي هيغله الجهاز باز في واحد بيروح رمي وفي واحد يقول لا مش هسيبه يبوز انا مش تريبه فلوس كتير فيروح للشركة تجدده له تعمله اوبديتين وتعمل رينيوال وتعمل كل اللي انت عايزاه يطلع للجديد تاني من المصنع فاحلا العايز بيروح للمعمودية المسيح يحمل جدد طبيعته فدي على معاملية حب انه اباد الموت من داخلنا ابادة تمة ليس للموت اي سلطان على المسيحية مهما كان لان احنا الموت بالنسبة لنا صار انتقال وعشان كده في سفر الرؤية يقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الاولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليه قيامة الاولى هي المعمودية والتوبة والقيامة التانية هي الابدية الموت الاول هو الخطيئة والموت التاني هو الهلاك الابدي فالانسان كلنا مولدين بالخطيئة يبقى فينا الموت الاول لو سبنا نفسنا الموت الثاني سيطر علينا فنهلك لو احنا دخلنا في القيامة الاولى اللي هي المعمودية والتوبة الموت التاني مبقاش ليس لسلطان علينا والمعمودية هي القيامة والتوبة هي اللي محافظة على الايام واللي قاقع تاني طول ما انا ماشي كده بالتوبة كل ما اعقوم فاجي في الابدية الاقي نفسي لي نصيفة حياة الابدية تجزيد نعمة المعمودية كل ده حب من ربنا لانك ممكن يتركنا انت يا قدم اخترت لنفسك العصيان انت حر خلاص انا مش هكبرك على انك تحبني لكن هو كل الوسائل عملها من اجل ان يستردنا اليه والحاجة التانية انه عرفنا ذاته انه هو غير ظاهر ولا منظور طبيعة الله غير ظاهر ولا منظور مين يقدر يشوف ربنا احنا داتي مش شايفين اعلن نفسه وعرف ذاته من خلال اعماله في الجسد الاعمال الالهية وهو انسان عرفنا بان هو كلمة الاب ومدبر وملك الكون من خلال اعماله طب انت ليه معلمنا اثاناسيوس بتقول كده يقول انت مش شفته هو بيؤمر الرياح تسكت وهو بيسكت البحر يقوله اسكت وبكم مش شفته هو بيجمع السمك في شبكة مش شفته هو بيحول الماء الى خمر مش شفته هو بيشبع الجموع هو بيسيطر على الامراض وبيصار تقع الموت ويطلع الميت من الاب وهو بيشفي كل الامراض حتى المستعصية المفلوج والابرس وغيره فكل السلطان ده بان ان هو كلمة الاب ومدبر وملك الكون لما يجي واحد يقول لي طب الانبياء عملوا معجزات دايما لما بديك تدرسها تلاقي الانبياء بيتكلموا مع ربان يديهم سلطان اما المسيح فكان بقوته ده في معجزة عرص قنة الجليل اللي هي احتفل بها اللي لادي وبكرة كل السلام يا فتكتين صحة والسلامة المسيح حتى لم لمس المية ولا رشم ولا آلية مية تبقى خمرة مجرد الارادة خلق عملية خلق مجرد الارادة يعني قالوهم املوها مية استقوا الان قالوا دوها خم فده ايه القدرة الالهية دي عشان كي من خلال اعماله فهمنا وعرفنا ان هو الله الظاهر في الجسد ده غير ان هو عرفنا بالقاب يعني احنا طبعا يعني دي برضو نقطة مهمة لان دي في حقيقة ذكرها برضو الكديس السناسيوس في فصول اخرى ودرسناها ان هو جاي عشان يعرفنا القاب اللي كانوا البشر تيهين عنه وبدوا يعبدوا عليها غريبة فهو في التجسد بارك طبيعتنا وعطانا حياته وخلصنا من الخطيئة واخد الحكم الصادر ضدنا في ذاته بدلنا وعرفنا القاب وعرفنا ذاته ان هو ابن القاب وعرفنا الروح الكدس ونقوله في الاداس الذي اظهر لنا نور القاب الذي انعم علينا بمعرفة الروح الكدس الحقيقية ودانا فرصة ان احنا نتحد به مش مجرد نبقى اولاده او نبقى خلائقه او نبقى احباؤه كل دي كانت حاجات قليلة بالنسبة للقاب انا عايز حاجة اكتر ان يتحدوا بالمسيح الاب من خلال اتحادنا بالمسيح نصير ابناء القاب ومدام بقنا ابناء القاب يبقى من حقنا يسكن فينا الروح الكدس فشوف التجسد عمل ايه صيرنا اعضاء جسد المسيح اعضاء الاب ابناء القاب مسكن للروح الكدس والتلاتة دول علاقتنا بالسلوس تخلينا وارسين ملكوت السماوات عشان كيه محدش هيدخل ملكوت السماوات إيه اللي اذا كان في المسيح وفي المسيح يبقى خليقة جديدة ابن القاب مسكن للروح الكدس وارس لملكوت السماوات السمفونية على بعضها كيه بالتجسد لو عرفنا كل ده مش هنرجع نقول ازاي الله يتجسد وليه تجسد وليه ما بعتش ملك وليه ما عملش وخلصنا وهو في السماوات الكلام الكثير قوي قوي اللي بنسمعه وللأسف من الناس مسيحين او غير مؤمنين فبنلاقي يعني نيفتك لخصتلنا كل يعني بركات التجسد بس لو كان السؤال الاستفسار من حقنا طبعا نفهم ايه الحاجة الحلوة اللي عملها ربنا لكن سؤال الاستنقار انه ما يصحش ربنا يعمل كده او للاستفزاز او للاستنقار استنقار يعني انا مش قابل هذا الكلام خلاص انت حر يعني السيد المسيح كان يعلم ومعدين يقول في الاخر ما له اذن للسمع فليسمع معلمنا بوليس قال لان الايمان ليس للجميع طبيعة البشر مش كلهم هيصدقوا يعني لان الايمان ليس للجميع مش معنى كده ان الايمان منزلش للكل لكن مش الكل هيقامل اه طبعا يعني هو متاح للكل لكن عمليا مش كل الناس هتقبل هذا الايمان لان برضو كل واحد دماغهم ريحا اشتركوا في القناة